النائب أحمد القضيبي رفض إحالة تقرير ديوان المحاسبة في شأن مناقصة الأنابيب النفطية إلى إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيه القضيبي اعتبر الفتوى غير محايدة بهذه القضية كون ديوان المحاسبة حملها كطرف مسؤولية بعض الأخطاء بالمناقصة وشدد القضيبي على أن رئيس الوزراء كان قد تعهد بالإصلاح وبالأخذ بنتائج تقرير المحاسبة مشيرا إلى أن العديد من مناقصات النفط بها شبهات تلاعب وعبث مؤكدا أنها ستكون محل تفعيل للأدوات الدستورية حماية للمال العام وأنها حسب قوله لن تمر مرور الكرام